افرح ايد على ايد تفرح كانت عنوان مبادرة اول ما بتدينا نشتغل في البرنامج ده منو احنا بنصور البرومو واحنا جيه في دماغنا نعمل مبادرة افرح والحقيقة ان كان معاينا تيم البرنامج وكان معاينا ميكوب ارتست وكان معاينا ناس كتير جدا متحمسين للفكرة وفعليا بدأنا نشتغل عليها وبعدين جات الكورونا فكالمعتاد قعدنا وهدينا وقلنا خلاص ما كل حاجة تلغت لحد مبارح واحنا بنعمل اعداد الحلقة الحلوة بتاعتنا الديفة الحلوة بتاعتنا قالت طيب ما احنا نرجع نعملها تاني بس بدل ما هنعملها في صورة مسابقة هنعملها مبادرة ايوة يعني انتو بتتكلموا على ايه بنتكلم عن مبادرة اسمها افرح مين اللي هيكون بيعملها او ايه اللي هيحصل فيها اللي هيحصل فيها ان الفاشن ديزاينر الرائعة اللي معاينا النهاردة ومعايها ميكوب ارتست ومعايها تيم كامل هيتبنوا عرايس تكون مش مقتدرة ونفسها تعمل فرح زي اللي بتشوفه في الافلان نفسها تلبس فستان حلوة اوي نفسها تحط ميكوب حلوة اوي وتتصور صور حلوة اوي بس هي ما معايش القدرة المادية ان هي تعمل كده احنا البرنامج مش هيعمل حاجة جير انه هو صوت الناس دي الناس دي هي اللي هتتعب وهي اللي هتعمل كل حاجة اي بنت محتاجة ان هي تكون موجودة في المبادرة تبعتلينا على صفحة البرنامج لا انا ولا ياسمين ولا اي حد اللي هيكون مسؤول عن اختيار الحالات اللي هنفرحها ده فيه تيم متخصص هو اللي هيعمل بحث حالة وهو اللي هيشوف الحالات الاكثر احتياجا ويبدأ يشتغل عليهم وياسمين هتديها فستان حلو من عندها وانا نفسي اخد فستان برضو بس يلي قتعتبروني من المبادرة وطبعا بيوتي سنتر ايمان حسان معينا ايمان حسان ايمان حسان ودكان عدسات ايوة صح وحالة سكارب هالة سكارب هم دول يعتبروا الرعاة بتوعنا تمام اه طبعا انا برحب بياسمين ياسمين ويفرز ايه طبعا ياسمين صالح فاشن ديزاينر صغيرة بس رائعة وهي مؤسسة جروب ويفرز الاشهر في السكندرية صح صح اي بنت محتاجة حاجة بتروح جارية على طول على الجروب وتروح سألها هو جوجل بتاع البنات ايوة ايوة هو جوجل بتاع البنات منين الفكرة؟ فكرة انك تعملي جروب كده يبقى مفتوح للبنات ويسألوا وياتي انا عندي 23 سنة كنت شايز اقول لا عادي عندي 23 سنة انا عملتو من وانا عندي 20 اه كانت فكرتي في البداية ان انا عملوه عشان يبقى براند ملابس ليه تمام؟ ويبقى بجانب ده جروب اجتماعي جروب اجتماعي من زمان نفسك تبقي فاشن ديزاين جدا من زمان جدا فهحكيه لك بقى في الجروب كنت انت اللي بتدوري وقتها وبتساعد ما كنتش بنام اللي هو عارفة يعني انا عايزة اعمل حاجة تفيد البنات وانا مش عارفة ايه اللي هيعد علي منها اه بعدها بحوالي شهرين كان وصل سبعين الف في شهرين اه قلت انا عايزة اجرب اه ابدأ بقى حلمي في موضوع اللبس وفعلا انت مش خارجة حاجة لها علاقة بالله لا 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 انا خارجة اداب لا 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 خالص انا كنت حبة ان انا اعمل الموضوع ده كهوية انا بحب اللبس عملت الموضوع اه وعايزة اقولك انا فشلت فيه فشل زريع فشل زريع اللي هو اول ما كنتش عارفة تعامل مع الناس ايه الاردارات عارفة انا بعمل حاجة بحبها بس مش عارفة انا ميها مش اكتبريانس التعامل والعلاقات مش professional لست فيها فشلت فشل زريع فيها تماما وما احبطتش خالص بجد عادت ادور على مصانع وطب ده يتعامل ازاي برضو فشلت انت بتقولك امية فشل كتير جدا ده ما بقعتكيش خلاص بقى نتجاوز واحد في البيت لا 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 انا مش كده هي الفكرة بس ان انا الحمد لله في شخصيتي عندي ليونة يعني دي حاجة مش هعارف اعملها طب انا هدور على حاجة تانية او هركنها شوية دلوقتي او ادور فيش فشلت ليه وادور على سببها بالزبط انا ممكن اسبها شوية واهدى وبعد كده ارجع لها تانية لفي دماغك في دماغك بالزبط انا عنيدة قوي يعني في المواضيع دي اه بعد كده جات في دماغي ان انا افهم يعني ايه ماركتنج سيبتي خالص الفاشل دلوقتي سيبته كده على جنب خالص انت لقتي الاهم الماركتنج انا بحب التعامل مع النيس والسوشيال ميديا والعلاقات العامة وكل الكلام ده شفت وانا قاعد على الفيسبوك كورس دبلومة تمام وروحت اختها حاني وخلاص بقى انا دلوقتي حد جامت جدا نجح له جدا دلوقتي انا حد جامت جدا في الماركتنج ده من ثلاث سنين يا جماعة احنا بنكلمت السنين يعني كمان ده عشرين سنة مشي عشان يعني اللي هو بيبي اصلاً حاببت تخذي المصروف وروحي نامي كده يعني كان عندي وقتها عشرين سنة وهو خلصت الدبلوما وروح تمتكلمها حد بيعمل كورسات قلت له بص انا هعمل لك الماركتين بتاع الكورس بتاعك كله كنا مترجدين اربعين شخص تمام اللي جمكان اربعة الحمد لله ده مش فشل خالص ده يالي اشان جمه اربعة طبعاً انا كنت مزهولة طب ليه انا اخذت كورس الفكرة بقى الفكرة انا ليه محققتش الحاجة اللي انا عاوزاها عشان انا اخذت الاكاديمت بس مفيش خبرة قررت ان انا اركن كل الكورسات دي كلها وان انا اعتمد على نفسي في كل حاجة انا عاوزاها هتغذي انت خبرة الحياة بنفسي قعدت اخبط مين وشمال واعمل سيرش على اليوتيوب واسأل ناس بتفهم في الماركتين طب دي عمل ازاي لحد ما الحمد لله بقى عندي خبرة كويسة جدا جدا ازاي اول مكان حلوة لوحدي بعيدا عن كورسات نجح بدأنا ننجح اهو اه بدأت انجح بعد الستين الف فشل بس لو ما كانش جيه كل الفشل ده كنت انجحتي اه طبعا يعني كنتي هتتعلمي بسؤول بوسي انت حشان تحسي اصلا بتعمل نجاح لازم تفشلي صح يعني انت لو حد مثلا بيدي ابنه ولا بنته مئة الف جنيه يلا افتحي مشروع مش هتبقى حاسة صح لان غير لما انا اعمل كل حاجة انا تعبت وفكرت وخططت عشان اعمل كل ده تمام اه مسكت بقى اماكن سوشيال ميديا اه قبرتها وبقيت بعشق حاجة اسمها ماركتينج جيت في الاخر ده بقى خلاص بقى سنين بتعدي بدأنا يبقى اسمنا ياسمين صالح ويفرز بالضبط الاسم بدأ يتعرف في السوق بالضبط ان في بانوتة محدش يعرف سنها كام بس هي حد بتاعتماركتينج شغلها هي نسبت الصدم يعني ساعتها وقتها يعني فاني انت كيلي الصفحة يا استاذة ايه ايه بالضبط كده انا كمان اما كنت بنزل اعود مع حد رجال اعمال عايزين بقى ان انا هتعامل معهم في الشغل ماذا يقولوني هوا انت ياسمين بتأكدها هوا انت ياسمين بجد ان تأكدها مش اختها يعني فهي الفكرة مش بستنى خالص الفكرة انت بتعملي ايه وعارفة تعمليه ولا لأ وعندي خبرة فيه ولا لأ حلوة فيه ناس شطار جدا جدا بتلاقيهم ست سنين بس خبرة في حاجات فضيئة هم ادمعهم كده فهي الفكرة انه ممكن اي حد في الدنيا يعمل اي حاجة هو بيحبها بس الفكرة في التنظيم وفي التخطيط بس طيب احنا دلوقتي بقى عندنا جروب ويفرز بعديهم فجأة كده وانت قاعدة تقض في المالك انك ترجعي للحلم القديم خالص ان انت اصلا فاشن ديزاينر هحكيلك بقى كنت قاعدة بكلم اخويه طبعا اخويها اكتر حدي اكتر حدي بيساعدني هو خطيبي قلت له انا عايزة شقة موقعها كويس عشان انا هعملش فكرة مات تمام تمام وقلت برضو الخطيبي نفس الكلام تمام دورت فعلا ولقيت وكنت كل من قمضي عقد شقة الدنيا البوز يحصل حاجة يحصل حاجة لدرجة اللي انا مكنتش عارفة المشاكل دي بتحصل ليه فيه ايه يا رب ليه التقاف بالصدفة البحتة لقيت مكان على مساحة 400 متر بالصدفة 400 متر بالصدفة ده اكيد مش قتليه بس يعني لا 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 مش قتليه بس اه اتكلمت اخويا قلت له فيه مكان كذا 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 وانا هعمل فيه كذا كذا قالين انتي بتقولي ايه قلت له انا هعمل فيه كذا كذا الكلام ده كان في شهر عجر روحت ومضيت المكان وخدتو اتكلمت صحابي قلت لهم بقولكو ايه انا هرتح قتليه وعايزكي يا امان تفتحي معايا بيوتو سنتر ده اردر اه يا صحابي بقا احنا موضعي بقا خلاص احنا هنعمل كده وكلمت اسماء اسماء صاحبة عمري من احنا صغارين عندها براند ترح قلت له هتفتحي معايا وكلمت محمد صاحب اونر الدكانة على سجد ولكنهم واعجبوا بيه جدا شغل وعايز اقولك انا اخدت الخطوة دي وانا مش برتبق ايه حاجة يا ربنا اللي مرتب كل حاجة انا مش برتبق ايه حاجة ااااااااااااااااااااه فتحتة ووادبتوا والطب دي بخد شهرين ده وقت حلو 有 feminine الابنينج كان في وقت مش حلوة خالص وكنت حاسة ان الناس مش هتيجي محدش هيجي الشارع كله كان مقفول اليوم ده ده عشان هما بيحبوك على فكرة هما ليسا مشافشوا الشغل هما جايين عشان هما بيحبوك هما لما شافوا الشغل بتاعي انبهلوا يعني قالوا لي ده حقيقي يعني اكيد انتي شفتيه بس انتي لازم تبقي معانا حلقة ويبقى فيه الشغل بتاعك انا متخيلتش ابدا ان انتي مش درسة ومش فاشن ديزاينر اصلا بقالك سنين او فيه حد بيساعدك الشغل فوق التحفة هي الفكرة في الزوق بس مش اكتر الفكرة اللي انتي ممكن يبقى عندك خبرة صغيرة قوي بس عندك زوق في اللبس بتعملي حاجة حلوة وبعدين انا اكتر شغلي محجبات شبهك ايه شبهك اكتر شغلي محجبات فكرت في الفكرة دي عشان ده اللي نقص قوي دايما بتروحي اي قتلي بتلاقي كل مفتوح ومتحطي بدي تقفيلة والكلام ده كله لا انا هعمل حاجة جاهزة فبتمنى طبعا انا اكبر فيه اكتر واكتر يعني ان شاء الله بجد انتي برضو محتاجة حلقات كتير لان انتي مش حكاية نجاح انتي حكايات نجاح وحكايات نجاح لناس مربوطة بيكي بجد انا مبسوطة انك كنت معايا وحقيقي انا فخورة اصلا ان انا عرفتك انا كنت اتمنى عرفك من زمان جدا وبإذن الله هيبقى الاسم بتاعك براند وويفرز براند اكتر ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هتبقي معنا ومعاكي الكليكشن بتاعك ان شاء الله بساطنا جدا معاكم الوقت كالعادة كالعادة بيجري بسرعة جدا جدا نشوفكم الاسبوع اللي جاي حكاية نجاح مع كريستينا جمال موسيقى 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 اشتركوا في القناة